جراحة تجميل دكتور نادر صعب موجود معنا اليوم موضوعنا راح يكون جراحة الانف تجميل الانف الينو بلاستي اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك كاته تجميل الانف يعني من اول يمكن العمليات التجميلة اللي كانت تنعمل اول شي فكرنا بالتجميل ده غلي فكرنا بالانف كان لانه من زمان كانت العالم اكتر شي بهمة وجه الوجه هو مريته صورة الانسين هو الامدش تبعه يلي من خلاله بيظهر للناس كرميل هيك الانف هو موقعه بوسط الوجه يمكن هو كانت ضرورة الالح عند كتير من الناس بعانوا من مشاكل بشكل الانف لحتى يلجأوا وكان فيه هالالحاح على تجميل الانف لحتى يكونوا متصلحين بصورتهم قدام مريتهم وهون يمكن كمانا جراحة الانف كانت يعني اول شي حتى طبيا كانت ممكنة متى ما بتعمل الانف لانه عملية جدا سهلة لكن هو الفن يلي منعتمده لحتى نعمل شكل الانف يتأقلم مع عرق الانسين لانه اذا منشوف الفلبينيين انفهم بيختلف عن الافارقة بيختلف عن الشرق اوسطيين بيختلف عن كتير يعني كل عرق وقاله انفه بيختلف عن غيره وهذا بالشغل بدو يخلق عن اعتبارها للشي الجرام اكيد يعني انا بقول اذا منلاقي كتير من الناس بعلمنا العربي لجأوا لعملية الانف وشلولون كتير من العظم صار انفهم بيشبه الانف الفلبيني على الفلبينيين حلو هالانف لكن علينا منلاقيه فعلا في اشياء غلط مبرات النار كرميل هيك هيدا التاتش الفني يلي لازم يتمتع فيه جراح التجميل لحتى يقدر يأمنه لهالمريد انه يخليه بعالمه ما يخليه يظهر من هالعالم يلي هو بينتمي لقلو دكتور عم تقول عملية بسيطة بس اوقات كتير منعيد لها العملية مرة واثنين وثلاثة بعد والناس لهيك هو انا بقول الفن وكفائة جراح التجميل هي لتلعب دور كتير مهم بالانف ليش الانف الانف ما منقدر نخبيه يمكن كتير من السيدات بيلجأوا لها تكبير السدر يمكن اوقات بيكون في فرق شي بسيط بتمرق لانه ما حدا بيشوفه عادة الا الشخص مع شريك حياته اما الانف هو يلي عطول بالظاهر وعطول بالصورة وعطول قدامنا بالمرأة وبكل الصور اللي مناخدها بيبين الانف كرميل هيك كتير من الفتيات وحتى الرجال بيلجأوا لها العملية اللي هي فعلا بسيطة بعملية اللي صار متنعا بنشوف كتير من الناس بيخلقوا اكين عوام الوراثية او يمكن مشاكل بحياتهم بيصير في عندهم او العظمة او تضخم بغضريف الانف وغالبا بيكون مرفق بانحراف بوتيرة الانف ما يؤدي الى مشاكل بالتنفس وهون بتصير في الحاح وضرورة اكتر على انه نلجأ لعملية الانف هون منقصم عملية الانف اهي تجميلية او تجميلية وصحية بنفس الوقت لهيك لازم تتم بمرة وحدة الحكيم يقدر يعالج المشكلة النفسية ويشيل الانسداد بالنفس الناتج من وراء انحراف الوثيرة اضافة الى الشكل الخارجي اللي هو الاساس يمكن بعض الناس بيتحملوا مشاكل النفس بس بيكونوا مزعوجين من الشكل مثل ما عم نشوف عند راني شو البروسيدجور اللي عم تتطبع هلأ هون من نلجأ العملية اي من زمين كنا نلجأ العملية تجميل الانف باستعمال المطرق او الازمير وتكسير العظم ما كان يقدي الى ارتجاش بالدماغ الى ازرئاء كتير بالوجه الى وقت طويل بالعملية وهيدا الشي كان يستوجب بقاء المريض تحت التخدير والبنش العام لفترة 3-4 ساعات وانه يبقى كمان بالمستشفى ليلة وليلتين اما اليوم اصبح جدا سهلة تستغرق اربع ساعة من الوقت باستعمال بيزوتوم يلي هو كينية عن منشار بقص العظم بطريقة جدا سهلة من دون ازرئاء من دون ورم وبنفس الوقت منلجأ الى تصحيح انحراف الوتيرة اللي موجود وغالبا عند كل الناس منلجأ الى استقصال قسم من الغضاريف يلي بيكونوا برأس الانف لا الانف هو مقلف من عظم ومن غضروف الغضروف هو برأس الانف الانف بينما لعمر الـ 14-15-16 سنة كل شي عظم وهون عادة بيوقف بين الـ 16-18 سنة ما بيعود ينما العظم اما الغضروف اللي موجود برأس الانف بيضال يقبر 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 وينما لا ممات الانسين لوقت ما بيموت كرميل هيك ما نلاحظ عند قبار السن منلاقي رأس الانف كبير والازنين كبار يلي هن الغضاريف الموجودين بالرأس كرميل هيك انا بيتبع عند كل مريض بعملية تجميل الانف استقصال الغضاريف من رأس الانف لحتى وقت ما بيكبر ما يكبر رأس الانف وهي دا يلي عملته على حالة لحتى انه بحب انفي ما بقى بدي يكبر مع مرور الزمن كرميل هيك بعمل عملية وقائية لحتى يبقى الانف على حاله مع تقدم السن اوكي هيك دي شغلة كمينا مهمة الشغل فإذا على العظم وعلى الغضروف على الجلد ما في شغل؟ لا غالبا بالانف ما منلجأ إلى قص الجلد لانه اول شي الندبات بتبين وتاني شي وقت ما منلجأ منلجأ بطريقة مخفية لكن غالبا لانه الجلد سميكي ببين على طول الندبات وحتى لو كانت بسيطة راح نشوف فيديو كمانا منشوف كيف تغيرت حياة الأشخاص بتغير حياتهم لما بيكونوا عندهم أزمة نفسية بسبب الانف يلي بيكون مختلف ويمكن منه حتى متناسع مع الوجه صار كلمة روح على المدرسة رفاية تنصخر علي يقول لي أنه منخارك مثل النسر مثل الغراب هذا الشي عملي كآبي وخليني أعب بالبيت وبطلت أظهر مع رفاقي أنه صار يستغرب وأنه لا يبدأ أنا مش هم بأظهر معهم أنا كون أنه منزعج كتير من منخاري مثل ما نشوف عندها الشاب يمكن وقفت حياته بوقت ما أنه ما بقى يفضل يظهر مع أصحابه ما بقى يحب يروح على المدرسة لأنه فعلا بشكله عقدي نفسية وهون بالرغم من الزيارات السايكولوجست والسايكاتريست ما في غير هالعملية يلي هي فعلا بسيطة بأيامنا باستعمال الليزر للتخلص من هالمشاكل اللي بتواكبه بحياته ولبل بتأدي إلى أحباط وإلى رسوه بحياته بجارب يعمل عنا العلاج نفسه هو بس ما فيه يعمل العلاج نفسه لكل العالم يلي عم يدرمون يعني كمان البولينغ شغلي كتير اليوم بتأثر جدا وإذا عملية بسيطة ممكن أنه تحد شوي من هالموضوع مش غالطة إذا الإنسان نختار هالشي طبعا بس هون لحظنا بالتخطيط لها العملية بأول دراسة أنه كمان عم تشتغل على على الحنك أو على الدأن البروبورشن بالوجه هي شغلة كتير مهمة كرميل هيك يمكن بدراستي للجراحة التجميلية تخصصت بالوجه كفيزاجيست كيف تقصيم الوجه بتكون لازم مساحة العين مسافتها من أولة لآخرة تكون قد بين العينتين تكون قد الأنف تكون قد نص التم كما وأنه من قصم الوجه لثلاث أقسام القصم السفلي والوسطي والعلي لازم يكونوا قد بعضهم لهيك في ناس ملاقي أنفهم كتير طويل وقت ما مناخد المقاسات كمان بالعملية منقدر نحدد أجل لازم يكون طول وعرض الأنف أما بالنسبة لعمر الناس غالبا منفضل يكونوا بعد عمر الستعاش سبعة عشر سنة لكن استثنائيا وعند بعض الفتيات على عمر الـ 14-15 سنة منقدر نلجأ لعمليات تجميلية للأنف لأنه بيكونوا عم بيعانوا من مشكلة نفسية خاصة مع صور السيلفي لأنه بنا نتماشى مع عصرنا وهلأ صور السيلفي عم تلعب دور كتير كبير بالحاح وطلب العمليات الجراحية التجميلية خاصة بالأنف لأنه مثل ما بنعرف ما فيها فلاش بيكون وبالتالي بتعطي قيالات كيف بالحرق إذا كان في عنا دفو بشكل الأنف لهيك استثنائيا بلجأ إلى تصحيح عظمة الأنف والغضاريف على عمر صغير لأنه متى ما كبر الأنف ومتل ما حكينا إنه ما منقدر نقص جلدة الأنف ونزغرها كرميل هيك منفضل قبل ما يتضخم العظم والغضاريف نخفف من تضخمهم من خلال عملية بسيطة بعمر الأربعة عشر سنة لحتى في حال عازد بالمستقبل بتكون فعلا جدا بسيطة لأنه في بعض الأنوف ما منقدر نزغرهم كتير لأنه الجلد كتير سميكي والأنف كتير كبير وهيدا الحالة بتكون غالبا عند الرجال منلاقي عمره خمسين سنة أنفه كتير كبير وجلده كتير سميكي والجلد السميكي بتحد من نجاع عملية تجميل الأنف من حيث تصغيره ما منقدر نزغره كتير إذا كانت الجلد سميكي فإذن الشكل الأنف بيحدده الجراح والشخص حسب الوجه وحسب الأنف هو كيف رح يتفعل معها العملية أنا بفضل عطول يكون في معاينة مسبقة خاصة بانتقاء شكل الأنف لأنه كل إنسان عنده تصور لو كانت الجلدة معا من شغل فيها تقريبا الجلدة بتظل هي حد لكن بأشكال الأنف مناخد صورة للمريض قبل على الاسكرين على الكمبيوتر ومنفرجي من بعد تعديله لحتى نتفق نحن وياك بحب وهيدي الصورة بتشاركني بالعملية لحتى على أساسها أعمل الأنف يعني قدر تعرف قبل العملية كيف رح يتفعل معك هالأنف أو كيف القدير رح تقدر توصل لهيك كتير من العمليات الجراحية للأنف أوقات برفضة لأنه بعرف مسبقا أنه العملية ما حت نسبة نجاحة لا تتعدى يمكن عشرين ثلاثم مية بفضل ارفضها قبل لأنه عادة بالعمليات الجراحية التجميلية لازم نسبة النتيجة تفوق أثمانين تسعين بالمية نجاحا لهيك منفضل ولبل برفض قطعيا إجراء بعض العمليات يلي بعتقد مسبقا أنه نجاحها ما حي فوق العشرين ثلاثم مية وهيدا هو بعتقد سر النجاح بالعمليات الجراحية التجميلية هي أنه تعطي جميل لبل تغير نفسية الإنسان للأفضل خالينا نشوف الأفتر نشوف كيف يتغير الشكل وبعدنا فيه شوية شجع أن الوحد يقرر بوقت من الأوقات يغير شكله خاصة بالأنف يعني مضبوط الأنف لأنه بلعب دور كتير مهم هو الصوت تبع الوش لأنه واضح من كل شيء يعني منلاقي مش بس شكل الأنف تغير لكن التشن وقت ما منقربه لقدام بغير بغير البروبورشن تبع الوجه بيصير مقصم بطريقة أفضل لأنه كتير من الناس بيعانوا من تراجع بالتشن لورا كرملا هيك منقدر نقربه وهيدي كمان بتتم أوقات بالقبر في شغلة كمان ما حكينا عنها كتير من الناس بيكون يمكن لجأوا لعمليات أنف بالسابق ويمكن بغلطوا من الطبيب لجأ إلى استقصال أكتر قصمة من العظم أو من الغدروف هؤدي عمليات اليوم صرنا من تخطاهن ما بقى نعملون وهيدي الشيء بتم من إجراء حقن مواد بتعبي هالأماكن الفارغة من دون الغوص بعمليات جراحية تانية أنا ضد إجراء عمليات متعددة بالأنف لأنه أفضل عملية هي أول عملية وكلما كررنا العمليات كلما صارت أصعب وكلما صارت فيه أديرنس أكتر وتليفات أكتر لهيك أوقات منستعيد عن بعض العمليات إذا كان في أنه نقص بحقن مواد فيلر ما بتضاين بل هي بتضاين في منهم بيضاينوا أكتر من هيلورونيك أسد أكيد بس أحسن ما يكون عم تجرع عملية تانية وهونك ما بنعرف شو النتيجة أكيد النفس قدية ممكن يتأثر وبهالعملية بزيت كيف قدرين أنه تكونوا عم بتصلحوا النفس بس عنا عنا تنين تشانل بفوت فيهم هالنفس غالباً عنا عنا الحاجز الأنفي بيكون شالس بالأنف لكن ببعض الأوقات ملاقي فيه انحراف وأوقات بيكون الانحراف كتير قوي والمشكلة مش بس وجود الانحراف كلما صار فيه تقدم بالسن وكلما كبرنا كلما زاد الانحراف لأنه نص الحاجز الأنفي هو من الغدروف وبالتالي هيدا كمان بيخلي كلما كبرنا إذا هو أعواج ينما أعواج لهيك بإجراء عمليات تجميل الأنفي منلجأ إلى تصحيح الحاجز الأنفي لحتى نجلسه لحتى هالمجاري الهوائي يفتحه وبالتالي بيرايحوا بحياته وغالباً أوقات بيكونوا بيشخروا بخف الشخير كل شي بحياتهم بيتغير لأنه أوقات بيكون في عنا أليم بالرأس لا يحتمل بعد تصحيح الحاجز الأنفي منلاقي حتى ترتاح الجيوب الأنفية صار يصلون هو بطريقة طبيعية لاحظنا بالمثل يلي شفناه اليوم أنه مش أنه تصغير أنف تجميل أنف مش أنه ضروري يكون الأنف هلأد صغير إذا كان عم ينعمل عملية أكيد بنا ناخد بعين الاعتبار لعيون الجبهة الجبين رجال أو سيدة لأنه عطول عند الفتيات ما نفتش على الأنف الأنعم وبالتالي جميل الفتيات هو أنعم مما هو عليه على الرجل يعني رجال بالتحديد بيخافوا أنه هلأد يصغر هلأنف بشكل أنه ما يكون عم ينزل وبيخافوا من التغيير لكن وقت ما بيكون في عنا عظمي كتير كبيري مثل ما وصف أنه كان شكله مثل الغراب بتصوري لوين يعني لديش كان مزعوج منه وبالتالي هيدا بيقلب له حياته للأفضل هيدا شغلي كتير مهمي وبرجع بقول أنا الأنف هو مركز بوسط الوجه لهيكي لازم عطول ناخده بعين الاعتبار ونقدر نتفهم كل إنسان كيف يعاني يمكن أوقات بيكون عنا مشاكل بالأذنين منخبيه بالشعر لكن الأنف ما بنقدر نخبيه دكتور سعب أهلا وسهلا فيك تجميل الأنف طبعا موضوع كتير مهم بالنسبة لكتير من الأشخاص أكترية يعني يمكن كتير من الناس يلي ما بيحبوا يعملوا عمليات تجميلية بيتغادوا عن كل شيء بس ما فيه قليل يلي بيتغادى عن الأنف الأوقات يمكن الأنف ما يكون هيدا المثالي اللي نحنا بنعتبره بس يكون مرتاح فيه الشخص وبمناسب لوجه كمان لو ما كان بالمأييس بقول أنا عطول لازم نعمل سيميوليشن نتفق نحنا والمريض لأنه كاتيا ما بخبرك بالجراحة التجميلية كيف كل إنسان بيفكر وبعض الأوقات بيصير فيه هوس وفي جنون بيطلب العمليات الجراحية التجميلية كرميل هيك قديش بيقدر جراحة تجميلية يكون طبيب نفسي بنفس الوقت يتفهم المريض لشوه بحاجة وهون يقرر بيعمله أو ما بيعمله لأنه بتجي لعندك سيدي بدأ أنفى كتير مرفوع بتجي واحدة تانية أنفى كتير مرفوع بدأ توطين وهيك بقول أنا بتبقي أنت قاعدك جراحة تجميل بتفوت لعندك سيدي سدرة سي بدأ تكبره وراها بتفوت وحده سدرة سي بدأ تزغره أنت بنفس دقيقة يعني كرميل هيك ما في ما في مقاسات معروفة بالجراحة التجميلية بالنهي هي ده الجمال موضوعي وكل إنسان بيشوف الجمال بعين وبقول أنا عطول الأرض بعين أمه غزة ضروري يعني طبيب بيحترم هالشي ويحترم نظرة الشخص لحاله دكتور نادر صعب أهلا وسألة فيك شكرا كثير لألك وقفة هلأ ونرجع ونتابع لعيف موسيقى